شيخنا كلمتك عن هذه الأوقاف وانتشار الأوقاف بصفة عامة في هذا بلد الخير بلد المعطاة قصة الوقف قصة قديمة منذ أيام محمد صلى الله عليه وسلم كان صحابة رضو الله عليهم الذي يجب تده فيوقف بدأ الوقف الحقيقي ينمو والحديث عنه طويل جدا حتى وصل إلى في الدولة العباسية الحقيقة ما ترك مجال من مجالات الحياة لا وجعل له وقف تخيل خيول التي هرمت في الجهاد في سبيل الله وضع لها وقف لأن يهتم بها وديننا دين الرحمة والشفقة والعطف وليس المقصود فقط هو العطف على هذه لا المقصود الوفاء أن المسلمين أوفياء مع الكل حتى مع العدو وفيين وفيين مع البهائم وضع أوقاف للمساجد وضع أوقاف لمن فقد أعزكم الله حذاءه موجودة الآن في مكة المكرمة ووجد هذه الظاهرة أو هذا الموضوع مهم جدا وهذا من أسباب الحقيقة قوة الدولة الإسلامية في عصورها الزاهرة ثم انتقل هذا الفكر الرائع الفكر الوقف إلى أوروبا وإلى أمريكا يقال عن جامعة هارفرد أنها من أعظم وأكبر الجامعات في العالم وأقوى الجامعات أنها تعيش الآن على الوقف على الوقف فأمر الوقف أمر مهم جدا أمر الوقف هو وما وما الاستمرارية أي عمل تقوم فيه يعني لمناخ التعليم القرآن الكريم وتحفيظ القرآن الكريم وله أوقاف نظما بإذن الله تعالى أن هذا المشروع سيستمر لو أخذنا جانبا آخر إطعام الطعام أو تفطير الصائم أو إنارة المساجد أو بناء المساجد أو كسوة الفقرة إلى آخرها مجالات عظيمة جدا الحقيقة لما يوجد وقف هذه تكون خططنا المدروسة ونصل إلى الأهداف ونحن نعرف كيف نسير وإلى أين سننتهي لذلك المملكة العربية السعودية منذ أن أسسها الموحد رحمة الله عليه عبد العزيز والحمد الرحمن الفيصل رحمة الله عليه اهتم بدأ يعودون عدو الوقف وكان الوقف موجود الآن موجود في بعض الوصايا على كذا وكذا لكنها ليست بهذه فعادوا شكلت الحكومة أو الوزارات وضعت وزارة الحج والأوقاف واهتم بالأوقاف بدأت الحمد لله حتى خرجت هذه الجمعيات ويسمى القطاع الثالث وتوجه إرادة القوية ووجه خفومة حفظهم الله ووجه أيضا المحسنين أن يكون هناك أوقاف اللي عنده إرادة قوية تضمن استمرارية أعمال الأعمال الخيرية في البلد والحقيقة لما تشوف بعض الأحيان كيف كيف تطور بعض الأشياء إلى القدر الذي ذكر أنه في أحد المناطق وقف واشتري به كذا المهم وصل في النهاية إلى مئات الألوف قيمة وهو كذلك بسيط وغيره أذكر استراج أظن أو كذا في أحد المناطق أيضا شرية به عقار العقار يسر الله وقف يسر الله سبحانه وتعالى أن طريق شق هذا الوقف فقيمة استراج هذا يعني بسيطة أو زهيدة أصبح أظن حوال 35 مليون ريال أو كذا فهذا الوقف والله الحمد للشكر وهو شيء مستمر لك يعني اللي أوقف في هذا البرج أو غيره من الأوقاف تخيل كل واحد مثل ما ذكر أخي الشيخ أبو فيصل كل واحد يقرأ القرآن الكريم فلك مثل أجره حتى لو ما دفعت المبلغ الزهيد في نظرنا لكنه عند الله عظيم سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر